بمقر ولاية جهة مراكش آسفي تم تنظيم لقاء تحسيسي تواصلي حول أهمية تنمية الطفولة المبكرة هذا اللقاء المنظم تحت شعار بناء مستقبلنا يبدأ من الطفولة المبكرة يندرج في إطار الحملة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة واعتبارا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للتنمية البشرية تم تأكيد خلال اللقاء على أن تنمية الطفولة المبكرة تعتبر وسيلة فعالة ورافعة أساسية لمعالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية كما أن الاستثمار في الرأس مال البشري للطفل سيمكن هذا الأخير من تملك الوسائل والآليات الضرورية لمواجهة تحديات الغد وتمت الدعوة خلال اللقاء إلى رفع التحدي للنهوض بالطفولة المبكرة وإلى اهتمام خاص بجودة الخدمات المرتبطة بهذا المجال وفي هذا السياق تم تذكير أيضا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت وبدعم وتعاون مع كافة الشركاء المعنيين ببرمجة وإنجاز العديد من المشاريع واتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز الرأس مال البشري للأجيال الصاعدة وتميز اللقاء بتنظيم عرض حول الطفولة المبكرة ركز بالأساس على استراتيجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة لا سيما الشق المتعلق بالنهوض بالرأس مال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة كما عرف عرض فيلم وثائقي قصير وفيلم ترويجي حول أهمية الاستثمار في الرأس مال البشري وزيادة الوعي بضرورة تنمية الطفولة المبكرة